ازاي كيريان؟ ازاي كيريان؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ انت اكتر كتير ايه رأيك في القصة الجميلة بتاعتنا النهاردة؟ لا طبعا هي قصة توجه على القلب وانا متعاطفة فصراحة مع بسمة مش متعاطفة مع ارمالة؟ لا بوستي انا متعاطفة ليه مع بسمة يعني لو كانت هي اصغر من خمسين سنة كنت ممكن اقولك لا لازم تقضي موقف وكلام لكن الست تركبتها سالي لما توصل للسن ده اللي هو سن خمسين فيما فوق بتبقى الخوف مسيطر علي فانا شو احس بيه انها خايفة ولا بتبقى هاشة فرجايل اوي طبعا بقتش زي زمان ما هي بقتش زي زمان وبعدين دلوقتي انت لما تيجي الواحدة عندها خمسين سنة تقول لها خلاص سيبيه وبتدي حياتك من اول وجديد اه اشتغلي سيبيه عليك التلاتة ما خلاص الحقيقة بقى ايه؟ هل فيه حد يقدر اشتغل دلوقتي هو خمسين فيما فوق؟ صعب اوي اشتغل ايه؟ ازاي يشوف داك وبيتهده قدام عيني؟ لا وبيتي يتهده ففهمة الخوف اللي هي فيه الحالة اللي هي حالة النفسية اللي هي تعبته وبنيته سويته مرة واحدة بعد العمر دا ولا حاجة مفيش ممكن تغير من واحدة يعني اللي اللي يقهر الست اكتر لو هنكلم عن نفسية الست ان هي تبقى احلى مني ولا اغنى مني ولا دمها اخاف مني ولا اصغر مني بتختلف من الست الالتاني لا اكتر حاجة تقهر قوي تختلف من الست الالتاني سي مثلاً لو هي فرق سن كبير يبقى هو السن اللي حي دقيقها لو هما الاتنين على قد بعض يبقى الجمال هو اللي دقيق لو كانوا هما الاتنين لسه او التاني بيملها يعني الراجل لسه ما ابتداش حياته ولسه موضوع المادة مسيطر عليه تغير منها لان هي معها المادة فهو هيجري وراها فهي بتختلف من مرحلة لمرحلة انا بشوف حاجة انه السن بيفرق قوي مع انا اكتر من اي حاجة يا حتى لو ايه احلى ميني نعرف فبقى احلى شوفه بقى اصغر لو انا كبيرة وخلاص ابتديت اكبر وحس ان انا كبيرة واحدة لسه صغيرة بقى ونغنوشة بقى وبتجري وتتحك وتتدلع ومش عارف ايه طبعا السن اللي يفرق طبعا طبعا وبعدين بني وبينك بقى خلينا نتكلم بجد موضوع الجمال ما بقاش زي زمان نسبي بتعرف توضع بنفسه في البنات الصغيرين وبعدين موضوع ما بقاش غنى ولا ما عايش ولا ما عايش كله بيعرف في وضع بنفسه كله بيعرف بس شارفي صغير تاني لكن مش هيارفي صغير تاني وهي دخلت لها من الحتة دي وهو كمان هو كمان هي حس منه انه هو عايز يصغر